اهلا بكم متابعين الكرام ازايكم يا رب اكونوا بخير وفي احسن حال طول سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من حلقات برناميكم اقتباسات رمضانية مع اسامة فتاح حلقة النهاردة عايزين نتكلم فيها عن برضو اكل من الاكلات اللي مرتبطة برمضان وهي بتميل لصنف الحلويات اكتر من اي صنف تاني وبرضو مرتبطة عندنا برمضان مش لانها مش موجودة غير في رمضان بس يا موجودة على طول بس احنا بنحبنا كلها في شهر رمضان طب هي ايه هي الكنافة اللي اخترع الكنافة ده كان عايز مننا ايه بيقولك انه سيدنا معاوية بن ابن سفيان كان بيجوع جامس جدا في مهار شهر رمضان فقال لأهل الشام معقل الدولة الاموية كان في بلاد الشام قال لأهل الشام اتصرفوا مش معقولة بجعان كده في مهار رمضان من هنا يفكر أهل الشام في عمل الكنافة لما كان سيدنا معاوية الكنافة وتصحر بيها عجبته وفعلا بيتشبعه طول ما هو صايم وطول النهار في رمضان قال لهم ان عايز بالبتاع دي كل يوم باوا يعملوا هالو في رمضان عشان تصحر بيها كل يوم لدرجة ان هي بقى اسمها كنافة معاوية من كتر حبه ليها وكانت في بدء الامر هي حلويات الملوك والامراء بس احنا نسكت طبعا لا فضلت الناس وراء الطريقة بتاعت الكنافة لحد ما بقوا يعملوها في البيوت واحنا نكلها وندخل انا عن نفسي بحبها بالمنجة يا طرق انتو بتحبوها بايه يا ريت اكتبونا في التعليقات بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم النهاردة تحيات لحضرتكم كنت معاكم اسمع الفتاح وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته